موسيقى هنعمل النهاردة وصفة بديل للصاصة البيستو اللي بتعامل بالسنوبر لأن طبع احنا عارفين الأسعار غالية قوي لكن فيه ناس بصراحة بتحبوا أو يتعملوا بالرحان وزيت الزيتون هنحط بديل للسنوبر هو كم واحدة من اللوز المؤشر كبديل لي ولو عندنا شوية جبنة سويرين بارمزان ما فيش مشكلة ممكن نستبدل رومي برضو ما فيش مشكلة هنعمل بيها شوية مكرونة كده لطيفة ونعمل جنبها الكوردون بلو الكوردون بلو من الحاجات الحلوة احنا بنحبه قوي يقم صانبوشات يقم ناكله جنب حاجة وليه طريقتين في اللحش وحنتكلم عنهم برضو النهاردة هنقول باسم الله وننزل مأذير مكرونة بصاصة البيستو طيب عندي مكرونة مسلوقة اي نوع حضراتكو تحبوه تفضلوه عندي طوم مفروم ريحان فرش عندي زعتر عندي لوز عندي زيت زيتون وعندي نص كباية من الكريمة وممكن للإضافة اضيف معلقتين من الدقيق للقوام عندي جبنة بارميجان مبشورة وعندي طبعا ملح وفلفل هنقول بسم الله وإيه وحنبدأ أول حاجة عايزة عمل الصاص كده هي المسألة بسيطة الفكرة في الصاص كله ان انا اخد كده اللوز والريحان والزعتر وهنضرب الحاجات دي في الخلاط علشان تديني صاص حل بسم الله هنضع كده اللوز وطبعا اللوز مفيد جدا برضو فيه يعني أحماض جميلة جدا بتساعد على خفض الكوليسترول وبتقوي العظم وبيحس من مرونة الجلد وعشان كده بيقول إيه السبع لوزات كل يوم تحفظ على بشرة صحية جميلة ما بقاش فيه تجعيد يبقى فيه الأجانب دايما مهتمين بالموضوع ده حط شوية من الزعتر بس طبعا الإفراط ما بيبقاش حل لأنه برضو بيخفض مستوى السكر تعالوا كده أنا حطيت زعتر هاخد شوية من التوم خطينا اللوز الريحان الزعتر التوم وعايز أقولوكو الزعتر ده لو فرش كمان بيعالج الإسهال وحب الشباب هزاكوا ليه فوايد كتير بيعزز صحة القلب كمان مهم للعين مهم للقولون الناس اللي عندها مشاكل في القولون لما تغلو الزعتر وتشربوه جميل ناخد كده خلي بقى الجبنة وهو كمان بيقوي المناعة من الحاجات الحلوة جدا ممكن تغلوه الواحده أو تغلوه مع شمر يعني الاتنين حلوين طيب أنا حطيت كده هحط بقى برشة ملح وفلفل كل شيء بنتكلم عنه ليه فايدة أهم حاجة عدم الإفراد فيه أي حاجة بنفرد في تناولها هي ما بتبقاش صحية ولا كويسة أكيد هيبقى ليها أضرار طيب إحنا عايزين بقى نستفيد من الفوائد دي فنستخدمها بمعدل كويس علشان نقدر نستفيد منها فايدتها الجسمينة بشكل كويس التنوع حلو مشروبات ساعة الناس ما بتبقاش لقية مشروبات كويسة تشربها فإحنا منقول إيه لأ في حاجات تاني كمان الشمر دا عايز أقول لكم للسيدات المرضعات بيزود اللبن يعني الشمر تعالوا بقى نقلب كده الزيت الزيتون دا بقى بصوا عايزين تحصلوا على بشرة شبابية للجسم طول الوقت وعلى مرر السنين اعملوا زيت زيتون للشعر الناس اللي عندها شعر شوية مجعد بيفرد الشعر عايز أقول لكم أي حاجة ليها علاقة بالأمراض أو الألوان اللي بتبقى تصبغات في الجلد الزيت الزيتون دا بالزيت اللي هو البيور البكر الممتاز بيعالج كمان الإمساك معلقة على الريق بس رائع للناس اللي عندها مشكل في القولون وإمساك رهيب مزمن طيب هنقلب كده المكونات دي بسم الله عايزة أضيف بس شوية زيتون كمان بسم الله الرحمن الرحيم ومفروض أضيف مع الخفط بس أنا أحطوه مرة واحدة بقى اللي حال بحت حلوة قوي الله حاضر بصوا بقى آه ماشي حاضر اتفع طيب أنا بصوا ضربت السوس محطتش لسه البرمجان ولا حاجة أنا بسخن حلة بسيطة طبعا سلق المكارونة المكارونة دي بتتسلق يعني تسع دقايق تبقى ممتازة جدا تعالوا بقى يفو ميا وملح آه الريحان ده بقى عايزة أقول لكم رائع منعش حقيقي يعني أولا ليه بيعالج أمراض الكبد بينكه رائحة الفم جدا ناس اللي بتحب تاكله كده رائع أو تشرب لأنه فيه كمان كمية كالسيوم ومغنيسيوم بوتاسيوم بيعاز صحة القلب يعني هو بصراحة الريحان رائع حقيقي يعني الشاي اللي بريحان درع بس برضو الإفراد زي ما اتفقنا بيسبب حساسيات ساعات وبيخفض برضو ضغط الدم طيب تعالوا بقى هناخد كده الصوس ده هنا كده كده موسيقى 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 بقى هنا بصوا هحط بقى ايه انزل بقية الصوس ده عايز اقول لكم ريحته تجنن روعة عايزين نيبقى فيه كده شوية طبعا نكت التوم مع الريحان وهنخط دلوقتي جيدنا البارميجان التوم ده برضو رائع عايز اقول لكم مضاد للفطريات بشكل قوي جدا والناس اللي عندها مشاكل وساعات بيستخدمون لناس الأولاد ساعات لما يبقى عندهم ديدان او حاجات خاصة بي يعني الناس برضو الفطريات او جرثومت المعدة دي ازقول لكم التوم ده من الحاجات اللي بتقتلها يعني بتساعد في العلاج جدا بس برضو الافراد بيسبب اما انتفاخات او حمودة زايدة وفيه ناس عندها قرحة ما بتستحملش اهم حاجة انه بيقاش على معده فاضية ناخده في وسط الحاجات والناس اللي عندها مشاكل قوية متاخدوش يعني بيبعدوا عنه تماما بصوا نحطيت كده البرميجان اللي هي شوية زياري معلقتين ولا حاجة الجبنة دي حلوة كمان عايز اقول لكم يعني ايه ليها طعم وطاست مختلف ممكن عندنا يحل محلها الرومي بس هي ليها طعم مختلف سنة بس قريبة من الرومي مجراش حاجة لو الرومي موجودة وهنستخدمها ما فيش اي مشكلة خالص لكن برضو منكترش فيها برضو نسبة السوديوم عالية خلو بالكم طيب هنقلب بقى تقليبة حلوة كده يغلي بس الخليط انا سلق الماكرونة قولنا في ميا وملح ده الاساسي لو نوع الماكرونة حضراتكم متخوفين منه يبقى حنقيه هنستخدم شوية زيت شوية زيت صغيرين قوي معلقتين زيت ولا حاجة هنقلب بقى الصوص ده خلينيه كده ايه كده هنطلق الطبق هنا عايز اقول لكم هي البيستو دي ماكرونة ايطالية وعايز اقول لكم سموها بيستو لانها جاية من كلمة بيست او بيست جاية من الدق او الطحن يعني كنو الزمان بيعملوا المكونات دي ويدقوها في الهون الجرانيت ده فعشان كده هي سميت بالاسم ده بقصوا بس هي ليها طعم سبحان الله جميل وليها ناس بتحبها بجد عايز اقول لكم كل الاطفال بتحب الماكرونة وعايز اقول لكم كل ما الاطفال هي بتاخدها وهي صغيرين هي بتدي طاقة كده بتبني عضلات وبتديهم طاقة حلوة يعني بس مش كتراها يعني عشان ما يتخنوش عايز اقول لكم بقى لما بننوع كده في الحاجات الانواع الماكرونة اللي بيكلوها دي او الماكرونة اللي بيكلوها بتبقى حلوة يعني وعايز اقول لكم كمان سخنة حلوة وبردة حلوة يعني في الحالتين حضراتكم عايزين تاكلوها ساعة وبردة مفيش مشكلة خالص هنقلب بقى اخذ تقليبة قبل ما نقدمها عشان الصوس بصوا بقى يبقى ايه ماسك كده على الايه عن الماكرونة نفسها طبعا بشكر حضراتكم كل اصدقائنا كل جماهير الاهلي اللي بيبعثونا واللي بدوا يتواصلوا معنا ويتفعلوا من خلال برنامجنا على القناة الاهلي انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا بجد وسعيدة بتواصل حضراتكم معنا سواء من خلال اتصالات في الكنترول روم او في القناة او حتى من خلال الصفحة الشخصية او الامبوكس اللي بتبعتوني فيه النهاردة كمان هيبقى معانا اضيف من مشجعي الاهلي ومن يعني جمهور الاهلي من الشباب بقى الواعد زي ما بيقولوا يعني وهيبقى معانا حسام النهاردة هينورنا وهيشرفنا وهنعرف بقى يعني الولاد طلعين سبحان الله الكرة في دمهم يعني دايما اقول لابني بالراحة على نفسك وكده وانتو بتلعبوا في البريك يقول لي كرة لازم يعني كل يوم كرة دين وما خداش تبع عقاب شديد لو ما خدش الكرة وهو نازم تعيب احنا معانا مين؟ معانا امو محمود يا اهلا وسهلا صباح الفل عليك يا حبيبة قلبي يا أستاذة حبيبة يا أهلا وسهلا حبيبتي عاش قلبي ديك في السنوية العامة عزك تبقين ألف ألف مبروك اسمه ايه؟ خد محمود ألف مبروك ممكن تعالي صوتك شوية يا امو محمود كده في مشكلة عندك حبيبتي يا ريت تحاولي تكلمينا تاني ألف ألف مبروك لي نجاحوا في السنوية العامة حبيبة قلبي عبال ما تفرحي بتخرجه يارم انظروا بقى الصوت الصوت ضخم قوي يا أولاد ولا أنا اللي معلقة وتم عايش الكاليموني كده؟ كده ايه؟ اه كده كويس أهم حاجة بقى البنوتات لا يا فند ما نقدر انت مخرجنا على رأسنا من فوق أنا أقصد بس عشان صوتهم بيبقى غليص كده فقولوا بقى صوتهم تخن ولا ايه؟ عشان بقوا يعني في قناة الأهلي يعني ايه كده حلو يا شيم تسلم ايدك نبدأ بقى نقدم بصوا بقى الماكروني دي جميلة ازاي؟ راحتها روعة وطعم كمان هيبقى روعة بصوا كده ننظف بس حوالينا الطبق ماشي يا فند انت تقمروا حبايب قلبي شايفين الجمال؟ ناخد كده بقى رشة بسيطة من البيحين روعة تغيير وعايز اقول لكم برده بتبقى روعة كمان لو عايزين بقى تاخدوا جنبها حاجة مثلا سادر فرخة مشوي مش لازم تكون حاجة يعني معمولة في بردينج ومقلية هتبقى جمان جميع بس طبعا مش الكمية دي كلها ناخد كمية صغيرة قوي تبقى مناسبة لنا بسم الله اهي المكارونة بالبيستو سارس اللي عايز يضيف الكريمة اللي عايز يضيف الزقيق عايز يخليها جوسي اكتر ماشي هي كده الاصلي بتاعها بيتعامل كده لكن لو انتم حابين تضيفوا مافيش اي مشكلة خالص حطينا زعطر حطينا ريحان حطينا لوز حطينا زيت زيتون حطينا ملح وفلفل وفصين من الثوم وضربنا كل المكونات دي في الخلاط علشان يبقى لصوصة حضراتكم شفتوه وضفتو عليهم علاقتين من الجبنة البرمجانو علشان تزي التاست والطعم الحلو طبعا نستسمع حضراتكم بقى احنا خلصنا الشوت الاول نرجع نستعد للشوت التاني معنا ضفنا اللي هينضم لني ان شاء الله من جماهير الاهلي هينورني ويشرفني معايا هيبقى حسين هنتظر حضراتكم بعد الاستراحة واستقبل ضيفي نستنياكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة ونبدأ مع بعض الشوت التاني ونضم ديفي المشرفني ونورني طبعا حسين الحل ونورني حسين ربنا خليك انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهار دبان انت منورنا ومشرفنا وطبعا نشوف تماما معك برا طبعا ربنا يبارك فيها ويخليها يا رب مبسوطة ان انا بقيت بتعرف بكل جمهور الاهلي اللي بدأ يكلمني وتواصل معنا من خلال برنامجي في قناة الاهلي ده شقي شرفني انا طبعا متابعين حضرتك من زمان طبعا مما يعني انت اكتر حد ايه بتتفرج على البينامج بتاعها من سات لما كنت على القناة التانية حتى احنا قناة الاهلي كنا يعني بنتفرج عليها بنتفرج على التحليل وكده لكن ان حاجة تجمعنا ان انا لاقي مهمة بتتفرج على القناة الاهلي والصبح وبتاع فدي حاجة مش معتادة لكن هي بتتفرج علشان حضرتك ده شرف لي والله يا حسيم تسلامي وشرف لي ان مهمة تتابع من قناة الاهلي ده انا سعيدة جدا بجد بالجملة دي يا بنا خيك ايه القناة يعني فعلا لما كل حاجة في كل البرامج بتاع فيا مهمة طبعا دايما متواح ذاتك انا عرفة انت لسه نتيجتك طلع والحمد لله نجحت الحمد لله نتيجة طلع الاسبوع اللي فات ايوة انا خرج اداب قذباني في جماعة حلوان والحمد لله جبت تقدير جاية الحمد لله ماشاء الله نجحت الحمد لله بتقدير كويس الحمد لله الحمد لله مبروك وقل لي بقى انت لك اخوات تانيين انا عندي احمد برضو اكبر مني بثلات سنين واخريك برضو كلية تجارة جماعة الكاهرة ماشاء الله وانتوا الاثنين اهلاويين متعصبين احنا الاثنين من زمان يعني احنا البيت عندنا كله وطبعا كلنا بنحب الكورة يعني حتى من وانا صغير وانا تعجبا عندي ست سبع سنين ماشاء الله كنت بتفرج على الموتشوت كان فيه لهم الاطفال اللي بيمسكوا ايدي اللعيبة وبيطلعهم على اللعيبة فانا كنت حابب ان انا اطلع في التلفزيون مثلا امسك ايدي اللعيبة فكان فيه اكاديميات كورة جنبينا فعلا بتاخده الاطفال بتوديهم يمسكوا ايدي اللعيبة والاطفال اللي بيمسكوا ايدي الاعلام فانا فعلا روحت قبل كده كثير مرة وطلعت في التلفزيون يعني من انا صغير وانا طلعت في الكاميرا وكنت مسك ايدي اللعيبة بس الكلام ده طيب من 10-15 سنة بس كنت فرحان ومبسوط طبعا احساسك ايب او انت معنا داتي في قناة الاهلي انا طبعا مبسوط لانا طلعت الموتش اللي فات من 10-15 سنة ده كان برضو ماتش الاهلي وكانت حاجة مبهرة بالنسبة لي ان انا شايف كل اللعيبة الاهلي قدامي فديكت حاجة بسطانية جدا ربنا يسعد قلبك دايما يا رب طيب انت بقى قولي انت أخوك الأكبر منك خلاص احنا عارفنا مين بقى اللي حبابك في الكورة كان بيتفرج الأول اكيد بابا بما ان بقى موما كانتش بتتفرج طبعا يعني من ساعة ما اكبرت اخويا كان اكبر مني باربع سنين فربالما اكبرت وكده لازم ان ماتش الاهلي يبقى كله في البيت موجود ونتفرج ومتابعين الكورة والماتش يخلص بوضو متفرج على التحليل لازم التحليل وده كان يتفعله ولا لازم ان نتفرج على كل التحليل هاي الولاي دي حاجة جميلة بص انا اكتر حاجة اسعدتني بجد فوجودي في قناة الاهلي ان انا بقيت اشوف جمهور الاهلي انت طبعا ما نورني اليهاردة طيب قولي انت يعني بتفكر في حياتك ازاي continue طريقة تكون انت خلاص مع heart وانت خلصت له بتفكر تعمل انا احب الواياته التمثيل من هوى صغير ابحب التمثيل اخذ كم اطفال ت ابين اى اطفال من البله انت مظ Pin Baking أنا أحب التمثيل أو أحب الكاميرا أو لا، أنا أريد أن أرى الناس و أنا أخرج في التلفزيون والناس تتفرج علي في الشرع تقول إيه ده مش ده اللي كان لسه في القناة فدي حاجة بسطاني من سوري فبدأت فعلاً في المجلة من 2012 تعريباً كان فيه واحدة صديقة والدتي أستاذة أمير الببلايو طبعاً كان عاملين زي سيدكم كده نبعد لها تحية تحية طبعاً كان عاملين زي سيدكم كده اسمه البنسيون فكانوا عايزين شوية أطفول كده قاعدين في درسوك بس فمن ساعته أنا بدأت بقى في المجال التمثيل ده فروحت كنت يعني عملت تقريباً جملة أو اثنين كلام ده في 2012 فبعدما عرضت على التلفزيون فلقيت أن أنا أنا ظاهر على التلفزيون والفراج على أمسي في البيت بالضبط أنا فدي حاجة بسطتني جداً طبعاً ولا أنا لازم أخذ الموضوع ده جد ولازم أكمل في المجال ده ولازم أعمل حاجات أكتر وأكتر واتشاف من الناس وأبقى مشهور إن شاء الله تبقى كده وتحقق كل أحيان هنستددلنا هنكمل بس أنا هستسمحك نقول وصفتنا النهاردة إحنا هنعمل وصفة سريعة على الكيك الناس اللي مش حابة نسبة سكر ممكن نعمل كيك من زبادي والزبادي اللي يقدم عند حضراتكم ما ترموهوش يعني إنه ممكن نحطه في الكيك مش هيجراله حاجة خاصوصاً لو الزبادي ده المعالب بتاع السوبر ماركت هننزل ثلاث مكونات بالزبط هنعمل منهم كيك خفيف ولطيف جداً عندي حوالي 400 جرام من الزبادي اللي هم علبتين من العلب اللي هي المتوسطة وعندي أربع بيضات وعندي شوية من النشا تقريباً أربعين جرام يعني أقول مثلاً معلقتين كبار كده من النشا أو ثلاثة بس أنا بقى هكمل جنب حسام وهو حسام بيستب يحكي معي بقى عن إيه هيكمل هو بعد 2012 عمل إيه؟ قولي بقى بعد 2012 عملتك 2012 اشتغلت في مسلسة أو سيدكم البنسيون دي تعتبر كانت أول حاجة اشتغلتها بعد كده بقى هتميت بالموضوع أكتر وكنت برضه بجانب الدروسة يعني دي حاجة متعرضش الدروسة أو الحاجة اللي أنا اشتغلت يعني كنت ملتزم بدراستك برضه ومكتهد وبتخلي بالك بالضبط دي حاجة متعرضش عني أي حد عنده مثلا موهبة تانية هواية أيوة هواية تانية ما ينفعش إنه يعارض دمع دراسته لأن الدراسة أهم حاجة عندنا صح أنا مبسوطة منك إنك قلت الكلام ده قوي بالضبط يعني دلوقتي الولد مثلا نحب يلعب كورفة يقول لي أنا مش هتم بالدراسة لا بالعكس أي مفوت تبقى حافز لي صح أنا كنت بجانب برضه الدراسة بحاول إن أنا أعمل مثلا كاستنج في كاستنج اجنسي سأروح أكلم حاد أحاول إن أنا أطلع في برنامج أحاول عمل إختبار كل ده برضه كانت بالدراسة بالضبط بعد كده في 2016 كان فيه مسلسل اسمه الأب الراحي ده برضه كان مسلسل كبير جدا وفيه ممثلين كتير جدا 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 وده كان يعتبر يعني البداية الفعالية ليه هو كان أواخر 2016 كان برضه صديق والدي الأستاذ هايسام فتوح هو يعني رشحني في المسلسل ده فبرضه كانوا عايزين أطفال صوائرين وبتاع التنين معانا سورة هوا من المسلسل وإنت فيه هوا يا عمد ده مسلسل الأمر إخت الدنيا ده كنت عمله في رمضان 2020 كان مزيعة غند عبد السلام والمخيج تمر حمزة ماشاء الله واستسعيد صدق وكان معي ممثلين كتير جدا جدا ده مسلسل الأب الراحي ده كان في أواخر 2016 وأول 2017 ده كنت عام في دور بهاي كنت في الجزء الأول والجزء الثاني وطلعت في داري الأيتام معميدة عادل ومحمد عز وكان مع معي ممثلين جدا وده برضه من مسلسل وكلين هوالعة ده كان رمضان برضه كنت عامل دور ميكانيكي كنت عامل دور ميكانيكي كنت عامل دور ميكانيكي وكان اسمي شازية وده برضه مسلسل اسمه البرنامج العباب المغلقة برنامج العباب المغلقة كان بتاع أستاذ جورج الكورداحي من أول بقى 2018-2019 بدأتطلع في حاجات كتير واشتغلت في حاجات أكتر وعرفت ناس من الوسط الفني أكثر وتمرنت أكيد أكثر وبقيت أحسن صح كده؟ بالضبط حتى علشان أنامي الحتة دي فبدأت أن أخذ ورشة تمثيل مثلا زي بيبقى زي تدريب كده خدت مثلا ورشة النكابة طبعا ورشة مع أستاذ ميدو عادل ورشة مع أستاذ ميدو عادل حل، الناس المتخصصين دور مهمين صح؟ بالضبط دي حاجة يعني الناس تقولك ده بيطلع في التلفزيون بخلص كده طلعا في التلفزيون لا، هذه الأشياء بيبقى لها زي تدريب لازم أن تتعاود، تتكلم ازاي، تتوفر في الكاميرا ازاي دي كل حاجة بتشجعك أن أنت لما تظهر وتعرف تتكلم وتبقى أحسن فالويرس دي برضو كانت حاجة بتفيدني إن أنا لما أطلع أو أتكلم في مشهد أو أعمل حاجة دي كانت حاجة بتفيدني أكتر إن أنا أبقى وايف كويس، أتكلم كويس شاكلي حتى في الكاميرا كويس أعرف المثل كويس، في كل هذه الأشياء كانت تفيدني حلوة، لكن من 2018 أعملت في الأبروح الجوز الأول وجوز الثاني، كنت أعمل دور بهاي وبرنامج الأباب المغلاقة كنت أعمل دور عالي واكلة نهوالعة، كنت أعمل دور صازية والأمر في الدنيا كنت أعمل دور شهاب يعني الحمد لله استغلت في كذا حلوة، أنا ممسوطة بيك أول ما نعرفش أنت يعني عامل حاجات حلوة كده أنت فاجأتنا، خليه طب أقوله مشاهدين أنا عملت إيه ونستكمل بقى آخر حاجة مفاجئة أنت هتغلالنا في الآخر إحنا حطينا البيض حطيت طبعا فاناليا سايلة، الكيك ده بيبقى جميلة وفيه فاناليا سايلة أو اتنين باكت من الفاناليا الباودر وحطيت عليهم الزبادي وبعدين ضربتهم مع بعض، وبعدين ضفت ثلاث معالق كبار من النشا بس هو ده الكيك كيك خفيف ولطيف طبعا الزبادي فوائده كثيره طب قولي أنت أخبارك إيه في المطبخ بقى يا حسيني بس سعب ماما ولا ممكن تقوم تعمل صندرش لنفسك تعمل حاجة يعني أعرفني كيف بالصراحة لما أنا ببقى جعان بخش أقليل بيوتين وأعملهم وممكن مثلا حتة جبنة غومي أو محطتها في البيض حتة جبنة فلمانكة أو محطتها في البيض يعني بعمل ميكس كده من البيض بحسنية إيه المومة في الآخر بيت بس بتطلع أملة حلوة كده أكلها في ريف عيش أو حاجة وبعد كده ده كده يعني دي الحاجة اللي هي بتبقى سريعة على طول بنا أعملها أو أنا بعملها كحسين دي حاجة بتفادني بس كده أو أنا باكلها على طول بس كده ممكن أسلق شوية مكرونة بس مش كتير الصغير بس كويس حافظ على جسمك بالزبط أسرح حاجة بالنسبة لي البيض بس وأنا يعني من نورة صغيرة طبعا بقى في جنب المطبخ بس أنا كنتم بسعيدة بالسرعة يعني حتة البنية تطلع أخوك كده زيك؟ أه أخوي أه يعني برضو يقف معي في نفس المطبخ يقف معي في نفس المطبخ الأكل اللي يطلع على طول بطاطاة إسمالية باكل بس باكل بس بالزبط لكن إن إحنا بقى يعني نسعيدها ونقف معي ونضبخ بتاع لا إحنا بناكل بس نحن متشكرين جدا يا حسين بعدين قول إن أنا هتبق أسعيدة عشان كل الولاد والشباب اللي بيسمعوا دراتي يبقوا كده أكتب في المطبخ ويساعدوا ماما طبعا مفروض نساعد مامتنا في الجدل معاديش يعمل زي وتأكل بس ونسمع كلام الشيف عشان ما تزعلش ضيب بالظبط نسمع كلام الشيف إن إحنا نساعد ماما عشان أنا عايزاك تجرب الكيك دي خفيفة وجميلة قوي عايزاك تجرب التكنيك دي ثلاث مكونات وإنت اللي تعملها الماما بقى أكيد طبعا لأنها على فكرة مفيدة جدا الكيك دي فيها نسبة زبادي عالية وفيها فيتامينز كثيرة جدا وبتحسن الهضم وفيهاش سكر خالص وعايز أقولك كمية الزبادي اللي فيها مهمة ليه بقى أنا كرمشت الورقة علشان يعني إيه ما تلزقش إن الكيك دي خفيفة قوي صفتة قوي ما فيهاش نسبة دقيقة عالية فأنا عايزاها تبقى طلعة من الورق أشيلها بسهولة ودي مهمة في الموضوع ده طيب تعالوا بعد دخلنا الفورن 180 أهو على الشبكة في النص بسم الله هتاخد حوالي 15 دقيقة أو ماكسموم 20 دقيقة حسب درجة حرارة الفورن أهو هلو كده تسلم إيديكو طبعا يا شيف أنت أي حاجة أحدتك بتعمليها بتبقى سهلة وبسيطة ربنا يسعيدك يا حسيم وأي حاجة ممكن يعملها وبتبقى طعمها حلو جدا تسلمني يا رب مرسي أنا شبي مريح من عندي بس الحمد اللي أنا متماسك لا ما تطوترش ولا حاجة طب قولي بقى إحنا طبعا هنستسمحك هنروح بريك هنرجع بعد البريك بقى نحكي في الحاجة الحلوة اللي المفتوضة هي قربت تنزل أكيد كلنا بقى بمعننا يعني بنحب برضو نجوم كتير صح؟ في الدراما وكده فإحنا هنعرف منك أخبار حلوة لكن هنستسمح حضركم نطلع استراحة هنرجع بعد الاستراحة نستكمل مع ديفي مع حسيم ونشوف أخبار الأكل اللي جاية إيه؟ في انتظار حضراتكم موسيقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة طبعا حسيم يعني حاول يساعد بصراحة بشكره طبعا وبقول لمامتن يعني هي جي منه اسمحونا بقى أنا وأنا وحسيم في يعني في الاستراحة دي كنا بنتناقش على وقعة الكنيسة الحقيقة اللي حصلت طبعا اسمحونا يعني نقدم تعازينا لكل اللي أصيبوا وكل يعني فقدوا في موضوع الكنيسة اللي حصلت أبو سفين اللي في المونيرة في المبابة ويعني أنا وحسيم كنا لسا بنتناقش بيقولي الموضوع ده يعني مؤثر جدا وأنا كده كنت بتابع فهل ممكن أبلغ تعزيك قلت له طبعا فانت باب بلغ تعزيك طبعا لكل أخواتنا المسيحيين نحب أبلغ تعزيك طبعا لكل الأسرة وكل أخواتنا المسيحيين نحب نشكر طبعا محمد يحيا اللي هو الشاب المحترم يعني عدد كبير من المسيحيين اخواتنا طبعا ونحب نقول له ربنا يقومك بالسلامة ودلوقتي لسه في المستشفى لكن ربنا يقومه بالسلامة إن شاء الله ويرجع لنا بألف السلامة إن شاء الله بشكرك يا حسين مرسي طبعا لمسة إنسانية جميلة منك نحن نعمل كوردون بلو هل تحبه أم لا تحبه؟ أنا أحبه حلوة قوي نحن نعمله بطريقة سهلة عموما لكن سأستسمحك أنت تأتي الناحية وأنا سأذهب الناحية التالية نفضل ونبدأ ننزل بس المقادير ونستكمل حديثي أنا وانت لكي سأسألك هشوف أخبارك إيه كده في الكرة حاجة قريبة مش هبعد قوي نقول مقادير كوردون بلو عندي صدور دجاج متقطة يعني شرايح أنا جبت السدر كامل وهاري حضراتك أنا بحب أعمله إزاي وعندي بوهرات دجاج عندي بابريكا توم بودر باسل بودر ورشة من السكر فلفل ملح وفلفل أسود طبعا شرايح الروس بيف فيه ناس بتحب تحط التركي مكانها مفيش مشكلة جبنا تشادر للتغليف هحط بيض ولبن ملح وفلفل مقسمات وممكن أضيف من النشا كمان خلاص هو أصفته بسيطة وسهلة وفيه أنت بتاكله رول ولا بتاكله زي ما أنا عامله كده زي الصدور العادية لا أنا بحبه زي الصدور العادية بالضبط أجل أنه فراغ بانية كده مع المكارون شوف قال لك كأنه قال لك كأنه فراغ بانية عشان يعني عامل فيها فراغ بانية طيب عايزة أقول لك هو وصفة أساسا من سويسرا وطبعا اختلطت الثقافات ده والتجارة رايحة نشرت حاجات كتير ثقافات دينية واجتماعية وكمان ثقافات ليه علاقة بالأكل والمطابخ المتنوعة طيب بصوا أنا طبعا إيه ده صدري كامل دي الحتة اللي انتعارف دي دي الحتة الصغيرة اللي احنا منقطع منها اللي هي اللي انت بتاكلها في تجيبوها من السوبر ماركت دي ولو ان اضب المبدأ داشرة اني هاريني في الموضوع ده ولازم درجة انه بقي يشتكي من بطنه وانا بدأت خلاص بقي يعني اقدم بقي يعني انه مشينفعت أيديه ممكن نشيلها خالص ونحتفز بيها ونعمل كده طبق كامل منها لستريبس خلاص كده اهو انت بقى بتاكل صدري ولا وارج لا انا بحب الصدري علشان بيبقى يعني اغني بالبروتين اكتر لا والله طب يعرغم ان في ناس كتير تقول لك الصدري ده ناشف شوية لا يعني اهم حاجة لبروتين يعني شاب مثلا في سنة لازم يأكل حاجات فيها ببروتين كتير فهو الصدري بيبقى سده انا بيتخاف عليهم في البيت لقيت عليهم كده في البيت يا نهر ابيض طبعا طيب بص انا هفتح كده هنا حتة كده طبعا هو ده كبير بس انا هعمله كبير لان انا ايه عايزة يعني اعمله حلو انا يعني لو هعمله عن نفسه في بيتنا يعني ايه مش دعوة الناس بتعمله ازاي بص باخد كده وبافتح الجزء ده اللي جوه طبعا هتابل تاني من جوه وهحط بقى مجموعة التوابل وهنشتغل سوا هسألك بقى سؤال طب در كان فيه مطش مبارح للايه للأهلي طبعا طب كان الاهلي ومين الاهلي ومصر المكاصة طبعا طيب جي جون الجون ده رمي ربيع ادي اربعة وتسعين انا هحافظ اي مطش للأهلي طب جي ازاي الجون الجون كان دفاع مصر المكاصة جات في ايد اللاعب فبعد كده تحسبت ضرب الجزاء فبعد كده رمي ربيع احطها على طول ما شاء الله لا الولد ترى اي مطش للأهلي الولد شاطر اهلاوي اهلا طبعا طب ايه قولوا لي يا ولاد طب استاني هسألك المطش ده كان في الكاس ولا كان في ايه كان في الكاس ايه ها اجابة صحيحة ولا خطئ صح صح يا ولد برامو عليك شاطور يا حسام طيب اخد كده رشة من الملح والفلفل ما هو انت بقى خلاص كبرت وروحت الجامعي بلازم نعملك معاملة الكبار انا كان معي اضيفة بردو اسمها زينة ببعت لها تحية طبعا هنا وقال لي يا زينة انت وحشتيني كانت بردو ايه قاعدت بردو تقول لي اغاني حلوة عن الاهل طب ايه طب ايه اكتر اغنية بتسعيدة كما تسمعها اول ما الاهلي بيكسب انا يعني طبعا كنت بحب اغاني الالترس ولسه بحبها بس ممكن اغاني التالتة شمال والله طبعا كما تقول لنا حاجة انا تعفت اغاني ولا صوتك وحش او ممكن اغرب صراحة صوت يقوحش يعني ما انصحش حد انه رايز ما تنصحش طب طيب خلاص ما تنصحش طب طيب قولي بقى المفاجأة الحلوة يعني انا عرفت كده ان انت عملت فيلم يعني ربنا طبعا يوفقك ويكرمك مع حد من النجوم اللي احنا بنحبهم جدا هو النجم مين بقى انا لسه مخلص تصوير فيلم السرب مع استاذ احمد الساقة وامرة عبدالجليل وطبعا الفيلم فيه يعني نجوم كتير جدا ان شاء الله الفيلم هينزل في احتفالات اكتوبر يعني مش عايز احرق لكم اول دوم متاعي بقى لا ان شاء الله متقولش متقولش عشان تبقى مفاجأة لكن احنا يعني ان شاء الله هنشوفه اي حاجة للنجم احمد الساقة اكيد ستبقى جميلة وهو نجم جميل محبوب بعث له تحية طبعا من خلال البرنامج بتاعنا بعث لك تحية ان انت كليك جت ظروف العمل ازاي حكي لي بقى انا طبعا كان لها الشرف ان انا يعني اشوف النجم الكبير احمد الساقة انا كنت اغلب المشاياة بتاعتي مع استاذ عمر عبدالجليل طبعا يعني استاذ عمر عبدالجليل من ساعتما انا وقيت على الدنيا ويعني افلمه مكسرة الدنيا تمام انا اصلا يعني كنت بحبه من قبل ما اشوفه فهو يعني فنان كبير طبعا مجاله تعيي ايوا وانا بحب جدا فنان عمر عبدالجليل فدي كانت حاجة حلوة جدا ان انا اشتغل ما طبعا برض اول موضوع كان ان انا بدأت اشتغله كده لسنة اللي فاتت فكان بيعملوا زي دايما اختبرات او اديشنز فبعد كده اتكلموني وبعد كده روحت عملت او اديشنز فدي كانت حاجة حلوة انهم اختاروني من وسط مثلا كذا حد والحمد لله يعني صورت وخلصت وان شاء الله الفيلم هتعرض اغريب لكم ان شاء الله على خير وبالنجاح والتوفيق يا حسين بجد والله قولي بقمين ان شجعك اكتر في المجال ده اكيد انا عارف انا عارف الاجاب وانا عنتي خلفية تقريبا عنا بالاحساس كده طبعا يعني الفاضر كله يعود لربنا اول حد ثم يعني والدتي دايما اللي بتدعمني ودايما اللي وفا جانبي في اي خطوة باخدها ودايما اللي بتشجعني ان انا اعمل كده او ما اعملش كده وانا كحوسام يعني الصراحة بعمل بنصائحها حلو ده لو فيه حاجة ما بعملهاش بنصائح بلا انا عملت حاجة غلق جدع والله و بعد كده تعلمت اللي او لا يعني لو ما مالتلي على حاجة اعمل كذا فانا خلاص دايما امشي ارى كلامه على طول تبعي ديما امشي ارى كلامه على طول وانا مغمن حلو دي حاجة يعني انصح طبعا اي حد انه اسمع كلام والدته طبعا دي درقة مواحد في الحياة انت يعني رأيي الاهل مهم يا حسين بالضبط رأيي الاهل مهم ومش لان انت بقى يعني بقيت شاب خلاص طو 18 عشر عشر سنة تتامل انت صح كده انا عاجبني كلامك او يكمل يا حبيدي انا سمعيك بالضبط لازم انت تسمع كلام والدتك او والدك في اي حاجة لان اما يعني خبرة اكتر عنك وفاهمين الدنيا عنك اكتر فاكيد اما مش عيلولك حاجة او تبارك ولازم انت تسمع الكلام بس طيب انا دلوتي اقول لحضراتكو انا بعمل ايه انا طبعا خدت رشة من الملح والفلفل والبابريكا والبصل باودر والطوم باودر وتبلت السدر نفسه يبقى ليه طعم مناكه تمام همبص بس على الكيك كده لسه انا مهدية النار عليه يبقى ليه طعم انا طلعت واحدة صغيرة كده فاكه هو ممكن تعمل فراميكانز الصغيرة دي بيعمل كذا بس هو طعمه حلو او يهدوق حسان منه اكيد وبعد ما تبلت خدت بيضة وحطيت معا شوية لبن ورشة ملح وفلفل وبعدين اخدت على البقسمات معلقتين من النشا حطيت معاهم من الطوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا وبهرات الدجاج مهم قوي ان احنا كمان نخلي البريدنج ليه زي ما بيقولوا ايه طعم كده صح؟ مش هلت ساعات تاكل حاجة تحس كده ملهاش طعم شوية احيانا مش مناكهة قوي كده طبعا حتى يعني ساعات باكل فراخي البهارات بتاعتها ما بتبقاش مظبوطة فبحيس لو ناقصها حاجة بالزبط ناقصها حاجة فهي يعني البهارات هي اللي بتدي طعم الاكل بس مش كتير برو اللي اكل البيت يا حسام اكتر يعني عارفة اللي في سنوكو دايما بميلوا الاكلات السريعة الجاهزة ولا يقول حقيقة؟ هو انا الصراحة والدتي بتعمل الاكل حلو في يعني بالنسبة لان انا بقى اميل الاكل برا وكده فلا انا بحب اكل البيت اللي هو بتعمله عادي واي حاجة برا هي ممكن تعمله لنا في البيت عادي فاللو انا لا يعني خلينا دايما في اكل البيت بالزبط اصح واحسن؟ بالزبط اعم طب ايه معلوماتك عن الزبادي طيب؟ غير ان هو يعني بيرطبه اه هو الزبادي يعني الزبادي فوايده كتير بيعالج الهشاشة وطبعا بيقول العظام وممكن نحط عليه شوفان ونعمل سكراب للبشرة كده اه انت خوي مستود شكلك يعسن البشرة كده طبعا ماما كانت عاملة ضايت فكت بتحط عليه ردة ولا ايها بتكلف بقى اللي هو ايه ده تقول لي لأ ده عشان بس ما ما كلش حاجة كتير اه بتحط عليه ردة حلو ده الصراح ما كنتش فائم بس اقل لأ ده هو كده ده ضايت تمام خلاص ممكن نحط عليه طبعا يعني اه شوفان بعمل زي سكراب كده للوش فديه حاجة بتفيد البشرة طبعا تمام والزبادي طبعا مفيد في اي حاجة طبعا لانه غني بالمعادة من الخلسة ممكن تكون زبادي عادي وانا تقعد بقى في رمضان بس غالبا الولاد بيقعد وانا زبادي بس في رمضان في السحور لا لا انا بحب الزبادي طبعا وفي السحور وممكن مثلا نحط عليه مانجافر هولا فاعمل ميكس كده واشاء الله فاكهة يعني حلو برضو جميل ده جميل طيب قولي بلا عايز تواجه رسالة لماما تقول لها ايه انا حب اشكر ماما على كل اللي عملتوا معي يعني مش السنين اللي فاتت بس لا من يعني من ساعتنا ثلاثة طبعا وانايا دايما بتدعمني ودايما واقفة جنبي ودايما بتسعيدني على أي خطوة خدها وهي دايما اللي بتشجعني ان انا كمل في الحاجة اللي حبيبها والحاجة اللي انا مدرسة والحاجة اللي انا عايز عملها وتشجعني ان انا يعني اروح في كزا حتة عادي ما علاقش مش لوو لا لا خليك فدواستك وبس لا انت ممكن تكون مهوب في حاجة تانية متسعبك انك تفتح مجالات انت حبيبها تجرى فيها بالضبط ومثلا لما انا قلت لها على التمثيل مش شلقة تمثيل ايه وما فيش حد يركز فدواستك وكده لا يا دايما بتشجعني ان انا اخد وارشة اروح اعمل اختبار في حتة حتى لو انا في فترة اللي هو بزيقيت بقى وماليت وبقى لي حبة ما اشتغلتش في حاجة وما طلعتش في حاجة بتقولك هتيجي وان شاء الله هتبقى الدنيا تمام بالضبط دايما هي بتصبرتني وبتساعدني وتقول لي لا انت هتعمل كذا وانت هتبقى احسن حد ولازم انت تكمل في الموضوع وما تهيقاسش ومش عارفة معانا مادام سهير من اجيزة اهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته مادام سهير زيك خيف عظيمة اهلا بحضرتك يا فندم نورا نورا انت والشاب الجميل الممتاز دوت اللي يخليك يبرك في عمرك يا فندم وتتلم ايدكم على الحاجات الجميلة اللي انتوا فعلا بتعملوها يا فندم فعلا حاجة حلوة قوي وحلوة قوي انت تجيب لنا واحد متفوت كده وشاطر في كل حاجة اللي يخليك يا فندم حتى اولادنا بيسمعوه يتعلموا منه برضو كتير ربنا وفاقك يا حبيب ربنا يبارك فيك يا فندم شكرا جدا لحضرتك الله شكرا يا فندم تحية لحضرتك المهرسية على تواصل حضرتك معانا تسلميننا يا رب طبعا انا لازم اسقع الكوردم لومين فعش احطه هو لسه كده بصوا هنا دي متقطع على شرحتين بس دي بتستوي ما تخافوش وهسويها معاكم هناخد كده بس الزيت بقى اول ما يبقى متوسط هجيبه على النار شوفوا بقى انا دي طلعتها في الفريزر شوية بعد ما عملناها هنزلها تاني في البريدنج ليه علشان بيعمل كده طبق التلج طبقه دي بتنادي الطبق الغلاف الخارجي فانا مش عايزاي ايه يبقى منادي عايزاي يبقى مظبوط وبتسبت كمان الطبقه الاولانية اللي احنا عملناها اهو بسم الله وطبعا نخلي بنا انه الفريزر بيبقى بيبرد من درجة حرارة الزيت فما ينفعش نخط اكتر من قطعتين علشان نعملهم طبعا احنا جبنا شكل الكيك يا ولاد هنجيبه هنجيبه وخلي ده هنا عشان نقدم عليه بقية ال ايه انا طبعا حشيت جوه الجبنا الشدر بعد ما فتحته زي الجيب كده عايزين تدقوه بس شوية ومش محتاجه اقفله والله هو هيقفل لوحد وهيبقى تمامه هنزله تاني في بيده بقصمات هنزل كده في الخليط تاني طبقه كمان وهحطه هانا بس انا افضل تدقوه بس شوية انا وحبيتش بقى ازعج حضراتكو بالبق وحسن معانا بيتكلم عشان نعرف نسمعه والكيك بصوا طلعة جميلة لطيفة جدا يعني استغلوا قلبتين زبادي عملونا كيك لطيف سهل من غير السكر خالص استغلناه مع معلقتين ثلاثة نشرة مفيش نسبة دقيق والناس اللي عندها حساسية تقدر تعمل بي دقيق الدرة تقدر تعمل حتى بي دقيق الرز في حاجات نحط ثلاث معالق منه هيبقى رائع اهو ده بقى لازم يدخل الفريزر يمسك وبعدين ينزل في زيت غزير طبعا دي احنا كده خلصنا تقريبا منبص والله يعني انا سلم هدي الحرارة على مية وسبعين لان لقيت المية وثمانين ايه اهو كده بقيت مظبوطة تبقى الحرارة متوسطة هتطلع مع حضراتكم بعد عشرين لأ عشرين خمسة وعشرين دقيق الدنيا هتبقى تماما احنا قدامنا قد ايه يا حبايب قلبي احنا قولي بقى يا حسين انت ابعت إرسالة للماما اااااااااااااااااااااااااااااah ابعت بقى رسالة لبابا وعايز تقولوا ايه والاخوك الكبير كمان عايز تقوله ايه حتى الفترة دي الأهلي بيلعب كتير فإحنا برضو حتى لو حد دورة حاجة أهمة لازم كلنا بنتجمع ونتفرج على ماتشاة الأهلي المشاركة حاجة إنتو كلكم بتحبوها؟ بالضبط كلنا بنتفرج على الماتش سوا وممكن نحلل حتى سوا قبل ونتفرج على التحليم كمان ما شاء الله بالضبط لو أنت شايف دي فأقول لأ 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 ودو كده بس طبعا ده من غير أي تعصب ونفيش أي حاجة هذا جميل جميل حلو ده يعني مستعدة أن نحن نتعصب على الماتشا ونحن نتدايق نفسينا بس طبعا أحب أشكر أخويا ووالدي لأنه مما مش مما بس اللي بتدعمني طبعا مما كمان بيدعموني طبعا وبيشجعوني أن أكمل في طريق اللي أنا واخده وكده ودائما أمما اللي بيقول لي يعني أنت شاب مفوض أن أنت بتعمل كذا حاجة مش شرطة تبقى ماشي في حاجة واحدة وممكن تمشي في حاجتين لحد ما تدقي نفسك في حاجة معينة قل لي أنت خلاص قررت تاخد طريق التمثيل لو جالك شغل في أي مكان أو كده ممكن تبقى كده واتحقق هويتك ولا لا خلاص بأ أنت هتاخد الطريق ده هو طبعا يعني الهوية ما تعرضش يعني الشغل يعني أنت ممكن تكون بالزبط ممكن تكون بتعمل حاجتين في نفس الوقت مش شرطة أنت مثلا بتحب الكرة فأنت تتخلى عن شغلك بأو تتخلى عن كل حاجة علشان أنت ماشي في اتجاه الكرة يعني مثلا برضو في الكلية بتاعتين في سنوية أما كنت بحب الأسباني وماشاء الله بحب أن أنا أدرسه بتاع فلما جيت الجامعة برضو دخلت أن أنا أدرس اللغة دي لأن أنا بحبها ومعني بحب أتكلم بيها واتواصل مع نفس الوقت هذا ما تقولينا حاجة كده ماشي ممكن يعني مثلا أقول زي تقديم كده أي حكي أقدم نفسك يالك ماشي ممكن أقول زي تقديم البرنامج كده قول أنت عايزه يا مثلا بيناس دياس طوض السجدوريس دي نوستو البرجلامة سأخبرّمنا بكم في القناة سيأخبركم كونا سأخبركم سأخبركم ها سأخبركم ها سأخبركم انا اتمنى ان اكل النهار ده يكون اعجابكم. تسلم يا حبيل ربنا يسعيدك. طب ناخد معنا نوها. عاسفين سيب نكي على التليفون حبيبتي. حبيبتي. معلاش حسام كان بيورتم بس بالاسباني فاحنا مش عارفين نقول لك حالي. لا احنا استفدنا منه خالص. ربنا يسعيدك. تسلم ينور باتصالاتك ومتابعتك معنا والله. تسلم ايديك بتسلم ايديك كل حاجة جميلة ربنا يبارك لك يا رب. الله يسعيدكم حبيل تسلميني. كنت عايزة بس نطلب منك طلب. موري. اصحاب اردنيين. ايوة. دايما هما انت عارفة اكلهم كده مميز. ما شاء الله. اه وانا يعني ايه بحب لما هما ييجوا ونطرب امتابع معاهم. قوي. اه المسخن انا ابعرفش تعمله كوي. ينهار بيض. دايما رسا كنا عامين مسخن فلسطيني. ايوة وهم بشبوه قوي بقى يعني. طيب ممكن تشوفي الحلقة دي على اليوتيوب بجد. ولو احتجتي اي اسئلة عن اي وصفة تانية تقوليلي. عيوني حاضر. وسعيدة باتصالك ومتابعتك بجد شرف لي يا حبيبة قلبي. دامي ربنا يبارك لك يا حبيبتي. امين يا رب لنا وليك يا حبيبتي كل السامعين. شكرا لك يا نوها مرسي لاتصالك. بصوا بقى. انا خليك تقطع حتة دلوقتي تشوفها. لونه حلو ازاي. بصوا. اي باينة اه. انا الشامي مريحة من عندي. مالحا هتدوق دلوقتي بس استنا ما حطت الحتة اللي بقى. المخرج بيقولك اذا كان هو شامي مريحة من هنا. بصوا بقى انا بس عايزة حدراتكو الدقو ده. اصغير اللي عايز يخدي السدر على اثنين بس يبقى رفايع قوي. انا بحبه بفيتة خانة شوية. معلش انا العيلا بتحب الهوبر شوية. يعني اذا ما كانش حتة البانيم يعني بفتح السدر ده. وهو كامل كده وادقه. فتبقى حتة البانيم كبيرة كده. وبعدين مش هدا الواحد. انا كشفت ان انا اختي كبيرة كبيرة بتعمل كده في البوفتيك. فانا بروح عن دا قولها ممكن اخد اثنين بطانية من البوفتيك. عشان يتعملوا كبيرة قوي قد الطبقة بيبقى ممتع بصراح. طب احلى اكلة بتحبها ايض ممتع. antimeonah is the meal for the whole world. انا لم تفعلها. الله. انا تفعلها بطرية مختلفة. يعني انا كنت في كازم مكان مبغرم. لا يعمل تفعل شيء مختلف! انا تكون على طريقة طبعا استاذة لبن عبدالعزز في فيلم اهم الحواء. لا. انا تفعلها بطرية مختلفة. انا تفعلها بطرية مختلفة. خلاص احنا كده هنجرب الكرنابي بشا ماليا طيب ما قلتش رسالة لبابا رسالة لبابا طبعا يعني احب اشكرك جدا على وقوفك جنبي يعني لو ماما بتقف معي فانت بتقف معي 3-4 طقات فانت بوضو يعني الفضل كله قبل ماما يقضلك طبعا ربنا يبارك لك انت بتدعمي على طول وانت دايما وايف معي خطوة بخطوة سنة كده وضهر كده طبع ربنا يخديم لك يا ربنا يبارك فيك يا حسام والله انت قضوة جميلة للشباب اللي في سنك انا سعيدة بيك والله ربنا يحفظك ويعني خليك لأهلك ويخليهم لك لانه بصراحة الشباب اللي بقوا يفكروا كده دلوقتي بقوا ايه يعني قليلين شوية صح اتمنى يا رب ان كل يبقى الولاد يبقى عندهم كده فكرة انه ايه ان الاب والام دول حاجة مهم قوي يبقوا عارفين دورهم اللي بيعملوا بتعبوا قد ايه عشان خاطر يساعدوا اولادهم انا عملت هو بس انا هدوقك بقى لفتحمر دي عشان ايه الطبق ده هده هناك بقى نقدمه وانا هاديك الحتة دي كده في الديرا دينا وبنمعنا بقى كده يعني ايه قدمنا بشكل لطيف عملنا المكارون البيستوب سوس سهل وبسيط لكل اللي طلبوها عملنا الكردون بلو بطريقة بسيطة وسهلة اهم حاجة تحطوه في الفريزر من الفريزر على الزيت قبل ما يدخل في الزيت لازم نديره بس ايه تقريبة في البقصومات اعملوا بقى ميكس التوابل معشان يبقى البريدنج نفسه لي طعب حسين انت نورتني بجد النهاردة شكرا جدا لحظة وشرفتني ومبسوطة بيك وربنا يحفظك ويخليلك بابا وماما تحية ليك ولكل أسرتك وتحية لكل متابعين الكرام من خلال شاشة قناة الاهلي فاشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة واللتواصل ومرسي ان انا وطيحت لي فرصة ان انا يبقى معايا من جمهور الاهلي ناس جميلة كده نعتز بيهم اسمحونا بقى احنا نطلع استراحة ونستكمل مع بعض نروح للفقرة الطبية معايا دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذير العلاجية معانا بعد الفاصل كل اسئلة حضراتكم نجاوب عليها ان شاء الله في انتظار حضراتكم اشتركوا في القناة